بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله الرحيم تكرارة الكتاب الحكيم تكرارة المرسعة من الأرض أمام الله الرحيم الأمن يمونا ساعد السلطين عالمين رب السلطين أهم أني قد أحضركم عند أهبهم قد أكافه ونهار ساهم يا ربك أبوه اليري فلق السماعة القرب في ستة ديال وفي مستوى على العدش يجبر القيام لا يميش فيك لله بعد ذلك ذلك الله ربكم سعدكم أسأل تهتمين إليه مرحبكم كبيرا وعرض الله حقا إنه غالبت الفرق في مرحيبه ليجزي الذين آمنوا من الصالحات بالقسم والذين كفروا له شعابا من حبيب وعذب أليم بما كان لكفروا والذين كفروا الصغيرا وعطروا مرورا وقدروا مبازل لتعلموا عدد الصغير والكساب لا أخرج الله ذلك إلا بالحق نفشل الآلات لكم من العالم إن في اختلاف الأولى أخرج الله في السماوات والأرض لا أدلات لقومي يتقون إن الذين سيعودوا لإطلاع ألعبوا بالحياة الدنيا أعطلوا بها والذين كفروا نفشل الآلات لغافلون ولذلك مروا منهم بما كانوا يقصدون بما كانوا يقصدون إن الذين قرروا من الموحل الصالحة تهديهم ربه الله بإمانهم تدريب تحتهم الألحاب في جللات نعيم دمنا من فيها سبحانك الله دمنا من فيها سبحانك الله ونزر دمنا من الحمد لله رب العالمين ولو أنجر الله للناس السر واستعداده بالحير لمدار إليهم النجر فنبر الذين لذي أرقى لقاء وفيتم لذي أرقى لقاء وفيتم لذي أرقى لقاء وإذا أرقى لسل سنبر قائل لجابه أو قفل تنه أو قار فلما كشفنا المقر فلما كشفنا أن نبره مردك أن لم يدعنا أن لذي أرقى من بسه كذلك زرين للمسرفين ما كانوا من ولون وقد أن يدعنا القرون من قبلكم ومن معهما جاءتهم وسلوا بالبيانات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجسي القرن المجرمين فنجروا لكم فلا ينفذ الأرض من بعدهم لنواضرة فتعودون وإذا تتلع عليهم البعيات والبينات لقاء الذين لا يقضوا لقاء أتبقوا كون غير أولو بدل قل ما يكوني أو بدله باعتقوا نفسي إن أتبع إلا غاري والعين ومي أخاف من عشيط ربي بذال علم عظيم وإلا شاء الله لا تراتوا لكم ولا بطاقوا بي فقد يضفت فيكم عورا من قدرين فلا تعجلون فلنظرهم من إفترع ربار كبدا ونكذب بالآيات إنه لا نفر المجرمين ويعبدوا لا دون الله لا يضر ولا صنفهم ولا قول مهار لا تارش فعلا لا عد الله قل تنبقوا لا تنبقوا بالآيات في السماوات ولا في الأمر سبحانه وتعالى أحمد الشركون وَمَا كَانَ الْمُنَّسُ إِلَّا يَتْرُوا وَعِدَةً وَخَرْتَهُ وَلَوْمَا كَوْمَتُهُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَفْتَرِفُونَ وَيَقُولُونَ لَهُمْ مَنْزِلَ وَلَهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنْ رَيْبُ لِلَّهِ فَنُتَذِرُوا إِنِّي أُرْكٌ مِنْ مِنْ تَضِرِينَ وَإِذَا لَقُلَا سَقُمَّةً مِنْ بَعْدِ ضَرِّهُ فَمَسَّتْهُ لِذَا لَقُلُوا فِي آيَاتِهِ وَلْيَا لَهُمْ أَسْغَلُ مَكْرَى إِنَّا أُسْلَا يَكْتُبُونَ مَاتِ الْكُرَى وَالَّذِي يُسَيْغُكُمْ فِي الْبِرْنِ وَالْبَرْنِ حَتَّى إِذَا قَاتُلْ فِي الْفُلْكِ وَجَوَيْنُ بِهِ بِرْنِ وَطَيْبَةٍ وَفَرْنُوا بِهَا وَفَرْنُوا بِهَا وَجَوَاهَا أَتْفَارِينٌ عَصِفٌ وَجَوَاهَا لَهُمْ مَوْدُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَهَلُونَ وَهُمْ وَأَنَّهُمْ كِيْتُ بِهِنْ دَوْنُوا وَأَنَّهُمْ كِيْتَنَا مِنْ هَذِهِ وَأَنَّهُمْ كَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَكُمَّا مِنْ السَّيْتَانِ هَيُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا قَالِهُمْ يُسْحِلُوا مِنْ انَّهُمْ يوَقْنَ اجْهِمْ اشتركوا في القناة 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 فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا دوقوا عذاب الخلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة لربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب أن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليه النبأ نوحي إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفنه وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا نؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بن إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رأت لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكي واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة